السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد وان شاء الله يكون مفيد جايبا لكم ان شاء الله في الفيديو ده فكرتين جمال جدا كل واحدة مختلفة عن التانية هنعمل حيال وافكار من حاجات موجودة في مطبخنا شموع مضيئة بتقعد لأطول وقت ممكن انها تنور معنا هنتابع في الفيديو واستنوني لأخر الفيديو عشان نشوف الحاجات اللي احنا هنستعملها في الشموع المضيئة دي شوفوا شكلها في منتهى الجميع لو أول مرة شوفي قناتي ما تنسيش تشتركي في القناة وتضغطي على الجرس اختاري كل عشان يوصل لكل إسعارات بالفيديوهات الجديدة تابعين لأخر الفيديو عشان نشوف الشموع دي هنعملها ازاي حقيقي شكلهم يجنن هنشوف بقى هنجيب ايه معانا هنجيب ممكن تجيبي برطمان بيبقى بياد او ممكن تجيبي كبايات او ممكن بولات اللي عندك متوفر في المطبخ استعمليه وعندنا كمان زهور كله من بلاستيك زهور زي ما انت شايفها كده هو وممكن كمان هنستعمل لو عندك كريستالات زجاجية بتبقى حلوة جدا برضو في التزيين روعة وكمان لو عندك زلط بس اهم حاجة زلط دوت بيبقى صغير وكمان بتجيبيه مخصول عشان طبعا ما يعكرش لون الميا وكمان هنجيب شمعة معانا عشان ايه هنسيحها ونلزق بيها الورود بتاعتنا تمام وكمان لو عندك كواقع بحرية من الصغيرة دي ممكن تحطيها برضو في التزيين بتبقى شكلها جميل جدا زه ما انتوا شايفين انا جبت بغولة كده بالمنظر ده وابتدت اجيب بقى الورود بتاعتي البلاستيكية والزقها بالطريقة دي هننصقها كده ونلزقها بطريقة كده تكون سبتة معانا ما تتلعش وهم حاجة تكون في الطبق او في البولة من جوة ما تبقاش طلع الفوق بعد ما لزقتهم كده يا حبيب قلبي هنجيب بقى ايه الظلب بتاعنا زي ما قلت ده هو بقى ايه حسب اختيارك انت في التزيين لو عندك اي انواع بقى من الخرز ممكن تحطي ممكن تحطي حاجات بقى ايه ملونة عندك اي حاجة عندك يعني في المطبخ استعمليها بعد كده بنحط بقى الميا هنملاها كده بالميا زي ما انتم شايفين يعني طريقة سهلة جدا وباي حاجة بسيطة عندك في المطبخ او رود عندك مثلا خلاص تلفت ممكن بتقصاصيها وبتخليها ايه تزين بيها بعد ما ملتها بالميا بجيب حوالي معلقتين زيت يعني ما بياخدش الزيت كتير طبعا زمان كنا بنولع ايام اجدادنا بالزيت ده يعني الاناديل بتتولع بالزيت يعني ده حاجة مش غريبة علينا بعد كده لو عندك بقى زيت عطري انا بحب بقى ايه ريحت العود بيبقى ريحته بقى رهيبة بتحط اي زيت عطري من اللي انت بتفضليه ويكون عندك بعد كده بنجيب ازازة من الزيت تكون خلصانة كده باخد الجزء اللي تحت بس هو ده اللي انا محتاجي حسيح كده هسخن سكينة سخن مقص وبكل سهولة هحاول ايه اقصها كده بتتقص معايا بسرعة لانها ايه خفيفة اصلا فبتتقص يعني فمتها سهولة عندي الجزء اللي في النص دوت هحاول اخرمه بقى بمصمار اسيح سكينة الفيعة كده وحاول سخنها على النار واخرمها دايما شايفين حبيب قلبي بحاول اعمل فيها خرم او ثقب بالسكينة بالمنظر دوت بسخنها بتتخرم معايا او بتتسقب معايا بكل سهولة بالطريقة دي ولازم ايه اوسحها شوية عشان بعد كده احاول اجيب منديل اي منديل ورق هاقصه واحد جزء منه مش باخد المنديل كله لا باخد حتة منه بس لو وصلت لغاية هنا ما تنسيش تدعم هنا بلايك اه انا عندي خلة اسنان بلفها كده عن منديل زي ما انتو شايفين وبعد كده هدخلها في الازازة او الحتة الجزء اللي كان من تحت الازازة كده وبدخل فيها طرف المنديل بيبقى نصه لتحت ونصه لفوق بالطريقة دي بعد كده بجيب الطبق بتاعي اللي انا عملت في الشمعة كده المذيقة بالمنظر ده ده هركنه على جنب وحاول بقى ايه اعمل الفكرة التانية جبت برضو ايه بقى ورودة عندي برضو تكون من بلاستيك ورود الزينة برضو اخدها وحاول ده لزقها برضو بالشمع عندك مصد الشمع ماشي عندك شمع كده ملعادي ممكن تسايحي على النار وتلزق بالمنظر اللي انا بعمله ده طبعا ده حسب اختيارك انت في التزيين هلزقها بس اهم حاجة يعني اتأكد انها تلزق معي يعني ايه كويس عشان ما يعني ما يتلحش تاني على الكوباية من فوق هجيب بقى كل الورود اللي عندي وحاول زي ما شايفين اني اه اه بالطريقة دي عايزة اعرف رأيكم بقى في الكومنتات اه ايه رأيكم في الفيديوهات اللي بقدمها ايه رأيكم في الافكار اللي انا بقدمها اه المحتوى كله ايه رأيكم فيه اه عايزة اعرف من انه بلد انتو بتتبعوني احلى اخوات في الدنيا من بره مصر وداخل مصر اه يسعدني ويشرفني متابعتكم لي كده خلاص انا لزقت كل اه الورود اللي كانت عندي بعد كده عندي بقى ايه لمون بس بجيب لمونها كده لونها اخضر عشان تقعد اطول وق وتبقى في نفس الوقت يعني راحتها حلوة وشكلها حلو في نفس الوقت ان انا بحب اللمون الاخضر اكتر فاي حاجة بعملها ها سمع كده حلقات دايما انتم شايفين وبعد كده برصها بقى ايه في الكوباية زايما انتم شايفين برصها بالشكل ده فراحة شكلها بيبقى طحفة خالص كده ومنظر الورود من تحت بيبان في النهاية يعني هو ممكن يكون في الفيديو مش باين بس قدام عين كنت عاملات تبقى شكلها بقى طحفة بتحط في اي مناسبة اه عطر بزع معانا يعني بتبقى شكلها جميل جدا بعد كده زايما انتم شايفين بحط برضو كمية من الزيت وبجيب الزيت برضو من تحت وبقسم ها زي ما انتم شايفين وبردو بخروم ها وعند مش ممكن يعني عادي ممكن لو عندك خلة اسنان تحطيها مفيش اعملها بالطريقة دي عادي برضو ده بينفع ودي بينفع حالفها كده بنخليها بس ايه الحجمها على قد الخرم اللي احنا ايه عملنا بحيث يخش يخش بكل سهولة يعني بعد كده بحطها وحنشوف بقى منظرها في منطق الجمال برضو لو عندك جلتر ممكن تحطيه بيدي شكل ومنظر طحفة جدا عندك خرز اولولي كده تغير ملون دهب يفضي ممكن تحطيه برضو بيدي منظر جميل دايما انت شايف معلش عشان عندي عندي برض دايما انتم شايفين كده وبحطها كده حوالين الشمعة وحبتدي بقى حنورها وحسوف شكلها يعني في النور وشكلها كمان لما قط في النور بتبقى شكلها طحفة ولا حتى كده زي ما انتم شايفين طبعا المنديل شرب من الزيت وبيولع وبيقض بفترة طويلة جدا السموع دي منورها عندي زي ما انتم شايفين والريحة بقى طحفة ريحة العود اللي انا حطيته وكمان ريحة اللمون يعني طحفة اي بقى زيت عطري من اللي انت بتحبيه وبتفضليه حطيه وكده وصلنا لنهاية الفيديو يارب يكون الفكرتين بتوع عجبتكم اتمنى بقى تدعموني بلايك انتظروني ان شاء الله في فيديو جديد كان معاكم يوميات قرنفيلة وافكارها واخر حاجة حباش بيقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته